اشتركوا في القناة وجه الدكتور اشترف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية بانشاء مركز معلومات للعبية كرة القدم لابناء الجاليات المصرية بالخارج في قرار يستلهم تجربة المغربية فيما يخص الاستفادة من المواهب المزدادة في بلدان اوروبية والتي كانت من بين عوامل الانجاز التاريخية للمنتخب في مونديال قطر 2022 وذكرت وزارة الرياضة في بلاغ رسمي اليوم ان المركز سيكون تحت رعايتها بتنسيق مع وسيم احمد عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء وذلك لخبرته في استقدام عدد من اللاعبين المصريين اصحاب الاصول المصرية بدول اوروبا واضافت مهمة المركز تتمثل في دعم وتطوير المنتخبات الوطنية المصرية من خلال البحث والتنقيب عن اللاعبين المصريين اصحاب الاصول المصرية او مزدوجية الجنسية وربطهم بالمنتخبات المصرية لكرة القدم واعداد خطة طويلة الاجل للارتقاء بالمنتخبات المصرية وختمت هذا الامر يأتي في اطار حرص الوزارة على الاستفادة من المواهب المصرية بالخارج لدعم وتطوير الكرة المصرية وتزامنا مع المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهبين والمساهمة في تطوير الكرة المصرية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء